السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة جديدة من برنامج زمالك اليوم على قناة المحور النهاردة ان شاء الله تكون حلقة مميزة وحلقة سعيدة خصوصا بعد فوز طبعا الزمالك على ام بي ويعني بيقرب خطوة لحو الدوري العام المسلي كل ما بتكسب مطش كل ما بتقرب من الدوري كل ما المطشاط اللي عليك بتقل كل ما الحافز بيزيد عند اللعيب النهاردة يوم سعيد للزمالكوية بالفوز على ام بي النهاردة هنتكلم في كل حاجة هيكون معنا تحليل لهذا اللقاء هيكون معنا اللقاء مع الصحفيين هنتكلم عن كل حاجة تخص ناية زمالك النهاردة ولكن اكيد لازم ارحب بصديقي وزميلي وليه اول مرة مع بعض في برنامج زمالك اليوم احمد جمال زكا ابو حميد زكا ابن خد حمد الله على السلامة ومنور وتجربة جميلة ان شاء الله تجمعنا مع بعض النهاردة فعلا زي ما انت بتقول ليلا جميلة جدا وانت تابعت المباراة على عصابك وانت تابعنا على عصابنا احنا كمان سعيد ان انا موجود معاك انت عارف ان احنا دايما بنحب بعض من من زمان جدا وعلاقتنا علاقة ود واحترام واخوة محدش كان عارف ان انت زمالكاو على فكرة انت مرة سألتاني وانا في النهار محدش كان عارف بس انا كنت عارف كل ناس عارف القريبين منك يعني وخلي بالك يعني الموضوع ده يعني انا شايف النوع عادي انا هو انا ما انت زمالكاوي ايا ما قدمت برامج واثريت الصحة الاعلامية وكنت بتتكلم بشكل محترم وحيادي دايما وبعد التجربة دي هتشتغل برضو هتبقى برضو بس بص احمد اللي بدايقني شوية بجد بلاقي البعض الزمالكاوي يخبي شوية يبقى الان شوية اعتذرة ان انا زمالكاوي بالعكس المنافس الاخر او حاجة تلاقيه مثلا بيقول يقول اه وده غلط لان عمر ما اهلويتك او زمالكاويتك تنتقس منك بالعكس ده شرف لان اكون زمالكاوي ده شرف لي وليك ولا اي حد طبعا اكيد بدليل انت بتشوف حتى في اغنية كده بينزل عليها الفنانين والشخصات العامة شكري سرحان و احمد مظهر و صلاح زلفقار اللي هو الكليب الشهير ده الزمالكاوية و نجوم عمر دياب محمد منير هنيدي دولة نجوم و نجوم كبيرة جدا و شعبتهم متحة صالح هنيشاكر هنيشاكر طبعا مش هتتأثر شعبتهم يعني ان هم زمالكاوية او ان هم اهلوية بالعكس بالعكس الاخر واحد بحبه نوع زمالكاوي احمد رمزي عشان هو شبهي احمد رمزي احمد رمزي احمد رمزي عمول مبروكة كابتن احنا عايزين نفرح النهاردة طبعا السهرة سعيدة جدا ان شاء الله النهاردة طبعا موجود كوكبة من النجوم النهاردة لأول مرة عبر شاشة المحور النهاردة طبعا يبقى فيه النجم الكبير اللي متعنا احمد الكاس وما ادراكم ما احمد الكاس احمد الكاس اللي جي نادي الزمالك وكان حلم الملايين من عشاق نادي الزمالك في منتصف التسعينيات وعلى فكرة كان المصري المطالب مصول له دور في الموضوع دوت هو هاني زادة رجبوا الاطر في اخر ثانية وراحوا جابوا الكاس احكي القصة دي معك كابتن خالد طبعا تيجانة كرة المصرية طبعا نجم الكبير كابتن سماعي ليسو موجود مع كابتن خالد الغندور والكابتن سامي الشيشيني يكيد فقرة تحليلية مهمة جدا وزي ما انت قلت كابتن خالد مكسب النهاردة كان مكسب صعب جدا وكان مهم جدا صحيح طبعا لأول مرة تيجانة هيظهر تيجانة واحد من افضل وسط مدافع في تاريخ مصر طبعا ايضا احمد الكاس موهبة فزة واحقاقا للحق يعني لو احنا بنتكلم بمنتهى الصراحة ما خدش نص حظه في الاعلام اقل منه بكتير اتنجمه وبقوا نجوم كبار جدا صح لكن هو نجم عند الجمهور انت لعب تجربه كابتن خالد لا 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 لعب كامل بيلعب برجلو برجلو لمينو برجلو الشمالو بيلعب بدماغو لعيب مواصفات مختلفة صعب انها تتكرر في الكرة المصرية موهبة فزة كابتن احمد الكاس سامي شيشيني برضو من لعيبة المميزة جدا هيكون متواجد معنا لكن طبعا كابتن احمد الكاس كابتن اسماعيل يوسف اول مرة هيظهره في بنامج زمالك اليوم بشكله الجديد في قناة المحور ولكن هكون انا طبعا اللي بقدم هذا اللقاء انت كمان هتقدم طبعا الصحفين المحترمين اهاب الفولي الساخنين ومحمد الشرقاوي الساخنين اه عشان كده انا بقيت عن الفقر دي انتوا انتوا مع بعض بعد الفرخ نقات